ومن الأخبار اللي حصلت مبارح الأخبار والأحداث اللي هتحسن النهاردة بإذن الله نهاردة جامعة الإسكندرية هتنظم قافلة طبية وخدمية متكملة لمطروح وسيوى وهذا استمر لحد يوم 18 مارس الجاري النهاردة كلية الهندسة في جامعة المنوفية هتنظم المؤتمر الدولي لتنمية البيئة المستدامة المؤتمر هينائش تطبيقات النانو تكنولوجي والهندسة الإنشائية والمدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا النهاردة هيتم إطلاق ثلاث قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده هيكون في محافظات الإسكندرية أسوان البحر الأحمر النهاردة هيتم تشريع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال عقب صلاة الظهر وده هيكون من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر رحم الله النائبة السابقة أنيسة حسونة في الحقيقة كانت رائدة في العمل الخيري التطوعي وكانت نموذج وطني عظيم وأيقونة من أيقونات الإنسانية الفريدة يا جمان طبعا يعني الله يرحمها ويمكن كلية الشرف أننا ألتقي بيها الحقيقة ممكن الأسبوع اللي فات في احتفالية يوم المرأة المصرية حقيقة يوم 8 مارس وكانت إحدى المكرمات شخصية الحقيقة يعني نموذج للشخصية اللي عندها حس وطني وعندها مسئولية تجاه الآخرين وتجاه مجتمعها قدمت كتير قوي قوي الحقيقة لكل من حولها وطبعا مش هنتكلم كمانا من مستشفى الناس وحتى أيضا مع دكتور مجدي عقوب لأمراض القلب لأطفال كتير كتير جدا كاتبة وبحثة سياسية يعني الحقيقة خسارة لنا كلنا الله يرحمها يا رب ويصبر أهلها بإذن الله يا رب الله عربنا يرحمها يعني ويلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان